الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الآيات الكريمة التفسير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بجميع ما أوحى الله إليه والمؤمنون وآمن المؤمنون بجميع ما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل آمن بالله آمن الرسول والمؤمنون جميعا بالله عز وجل وملائكته وآمنوا بالملائكة الكرام وكتبه وآمنوا بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء ورسله ورسله وآمنوا بجميع الرسل لا نفرق لا نفرق بين أحد من رسله يقول المؤمنون لا نكفر بأحد من الرسل بل نؤمن بالرسل جميعا وكذلك أوحينا إليك وأوحى الله إليك أيها الرسول مثل ما أوحى إلى الرسل قبلك روحى القرآن الذي فيه حياة القلوب من أمرنا من عند الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب لم تكن تعلم أيها الرسول قبل الوحي ما هي الكتب السابقة ولا الإيمان ولم تكن تعلم أحكام الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلنا القرآن ضياءً للناس نهدي به من نشاء من عبادنا نرشد بالقرآن نرشد بالقرآن ومن الناس ومن الناس ومن الناس ويختار الله عز وجل من الناس رسلا ومن الناس يرسلهم إلى الخلق ما كان محمد ومن الناس رسول الله ولكنه رسول الله وخاتم النبيين وآخر الأنبياء ومن الناس رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك أيها الرسول إلى الخلق إلا لتكون رحمةً لهم للعالمين لجميع الإنس والجن رسلا مبشرين أرسل الله عز وجل الرسول إلى الناس ليبشروهم بثواب من أطاع الله ومنذرين وليحذروا الناس من عقاب من عصى الله لألا يكون للناس على الله حجة كي لا يكون للناس عذر عند الله إن كفروا وعصوا بعد الرسل بعد إرسال الرسل إليهم المعنى الإجمالي يخبر الله عز وجل عن إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين وطاعتهم لله سبحانه وتعالى وأنهم آمنوا بجميع ما أوحى الله تعالى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكلهم آمنوا بالله عز وجل وحده لا شريك له وآمنوا بالملائكة الكرام جميعهم وآمنوا بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء وآمنوا بالرسل الذين أرسلهم الله جميعا فلا يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون بآخرين منهم كما فعل اليهود والنصارى لأن الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم يذكر الله سبحانه بأنه أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أوحى إلى الأنبياء من قبله والذي أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي فيه حياة القلوب والأرواح وفيه مصالح الدنيا والآخرة وهذا القرآن المنزل تفضل من الله سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سبب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا عن الكتب السابقة ولا عن أحكام الإيمان فهو لا يقرأ ولا يكتب فأنزل الله تعالى عليه القرآن ليكون ضياءا للناس من ظلمات الكفر والمعاصي ويرشد الله بالقرآن للإيمان والحق من أراد من الناس هدايته ويوفقه الله إلى العمل به والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويرشدهم إلى الطريق المستقيم الذي يوصل إلى رضوان الله تعالى وإلى الجنة وهو دين الإسلام ثم يبين الله عز وجل أنه يختار من الملائكة رسلا ليرسلهم بالوحي إلى الأنبياء ويختار من البشر رسلا ليبلغ الدين إلى الخلق والله سبحانه وتعالى يختار أفضل البشر لهذه المهمة لأنها أشرف الأعمال ثم يخاطب الله تعالى الناس مبينا لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من رجالهم ولكنه رسول الله إليهم فيجب عليهم أن يتبعوه ويطيعوه وهو آخر الأنبياء فليس بعده نبي ثم يخبر الله جل شأنه بأنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن جميعا ليكون رحمة لهم فالدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لسعادة الخلق في الدنيا والآخرة ثم يوضح الله سبحانه وتعالى وظيفة الرسل والحكمة من إرسالهم فالله تعالى أرسلهم ليبشر الناس بالثواب والخير الكثير لمن آمن بالله وأطاعه وليحذروهم من العقاب لمن كفر بالله وعصاه وبعد إرسال الرسل لا يكون لأحد من الخلق عذر عند الله تعالى إن كفر وخالف أمر الله لأن الرسل قد بيّنوا للناس طريق الخير وطريق الشر الأحكام المستفادة أولاً الإيمان بجميع الرسل عليهم السلام ركن من أركان الإيمان الستة ثانياً يجب الإيمان بجميع الرسل ومن كفر بواحد من الرسل فقد كفر بهم جميعاً وإيمانه غير صحيح ثالثاً جميع الخلق بحاجة شديدة إلى الرسل ليعرفوا ما يحبه الله ويبتعدوا عما يبغضه الله ويعلموا ما تصلح به دنياهم وآخرتهم رابعاً يختار الله عز وجل من يشاء من الناس ليجعله رسولاً إلى الخلق ولله سبحانه وتعالى الحكمة في هذا الاختيار خامساً الأنبياء والرسل هم أفضل البشر لأن الله تعالى اختارهم لتبليغ شرعه للناس سادساً النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وقد أرسله الله تعالى إلى الإنس والجن جميعاً رحمةً لهم سادساً فيجب عليهم طاعته واتباعه سابعاً الأنبياء والرسل بلغوا دين الله عز وجل للناس كما أمرهم الله وأرشدوهم إلى الطريق الواضح فليس لأحد عذر عند الله تعالى يوم القيامة إذا كفر بالله وخالف أمره ثامناً لا يجوز لأحد من الناس أن يعبد الله عز وجل إلا بالدين الذي جاء به الرسل لأن الله تعالى أرسلهم لتبليغ الدين فلا يمكن معرفة الدين الصحيح من غير طريقهم ما ترشد إليه الآيات أولاً يحرص المؤمن على قراءة القرآن وفهمه واتباعه لأن القرآن فيه حياة القلوب وفيه هداية لكل خير في الدنيا والآخرة ثانياً يرضى المؤمن بما أعطاه الله تعالى ويشكره ولا يتمنى زوال ما أعطى الله الناس من الخير لأن الله تعالى حكيم في أفعاله ويعطي النعم من يشاء من عباده ثالثاً يحب المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً لأنه رحمة من الله تعالى للخلق جميعاً وهو الذي أرشد الناس إلى كل خير وحذرهم من كل شر رابعاً الدعوة إلى الله أفضل الأعمال لأنها وظيفة الرسل وهم أفضل الناس خامساً الهداية إلى الإسلام أعظم النعم فينبغي للمسلم أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة دائماً وأن يحرص على المحافظة عليها بالعمل بطاعة الله والبعد عن المعاصي ترجمة نانسي قنقر